أجرف الدموع لله تلقي علاه عرفته أنا بنفسي أنا عرفته لن أقول لكم إنه من بني إسرائيل لا إنه من بني هذه البلاد أنا عرفته كان يبكي بكاء شديدا كان يبكي بكاء شديدا كان لا يقرأ أمامه القرآن إلا وبكاء وخشع وخضع كان إنسانا عجيبا غريبا حفظ القرآن وكان عمره في الثانية عشر من العمر ولكنه كبير بكلام الله جل في علاه وبعلمه بالله كذلك أحسبه والله حتيبه ولا أذكيه على الله إني أحدثكم عنه وأشترط على نفسي ألا أحدثكم إلا بما رأيت بعيني وعاشرت بنفسي والشرط الثاني أشترط على نفسي ألا أبالغ في شيء عنه حفظ صحيح مسلم عندي في أسبوعين حفظ صحيح البخاري عند صاحب الثالث كنا ثلاثة أنا وهو وثالثنا حفظ عند صاحبي صحيح البخاري في أسبوعين وتدرون أنا لا أعلم أنه حفظ البخاري وصاحبي لا يعلم أنه حفظ مسلم كان يحب الإخلاص كان دائما يحب السري السقطي رحمه الله تعرفون لماذا السري السقطي بالذات؟ لأن السري السقطي رحمه الله كان يهتم بجانب الإخلاف كثيرا كان من المتبيدين في دراسته بل من الممتازين وكان لا ينام إلا من بعد المدرسة إلى الظهر وبعد العصر في الحلقة وبعد المغرب في دروس المشايخ وبعد العشاء إلى الساعة الحادية عشر يذاكر دروسه ومن الحادية عشر كل يوم يقوم الليل إلى الفجر لا أحدثكم بمبالغة إنه من بنينا من بني بلادنا كان إذا قرأ القرآن يبكي كنت أسرع عن السلف أن بعضهم كانوا إذا قرأوا القرآن يخرون ويغمى عليهم وأعلم خلاف العلماء في ذلك ولكن لم أر ذلك بعيني إلا من هذا الشاب نصلي يوم الجمعة فيقرأ الإمام ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فيسقط على رأسه سقطة ظننا أنه قد مات يصلي ذات ليلة عندي في البيت فلما مسلت عليه مشهدا تبهيليا أني قد نمت لأرى ماذا يصنع فأتاني وأنا نائم ثم وضع يده أمام عيني هكذا وأظن هذا يعرفه وأظنه يعرفه فهو كان طاحب لنا كلنا ولكنه لا يدري عن شيء عنه ولكن يقوم من الساعة الحادية عشر أنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وما زال في ركع لم يركع ثم يركع ولا يرفع وفي ليلة أخرى يقرأ القرآن خيبا فلما وصل إلى قول الله جل وعلا أمامي كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى ثم خر مغشيا عليه أيقظته ثم قام وتوضأ ثم قام يصلي فلما بلغ كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى وأغمي عليه فأغمي عليه فلما جاء الثالث قرأها فأغمي عليه فما أفاق إلا بعد أدام الفجر وما أوترت لكى الليلة يذكر كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي غيبا في قيام الليل وفي كل تبعث أيام نظرا في النهار أنا أقول لا أبالغ هذا أمامي ووالله أنه كان يذكر الله في اليوم الواحد أكثر من إثني عشر ألف مرة عددتهم بنفسي وأنا جالس معه معه إثني عشر ألف مرة فأسأله لماذا ثم فيقول لي لا يسبقني أبو هريرة لا يسبقني أبو هريرة غيرة غيرة في العبادة وهذا ابن سبعطاشر سنة حينها لما وصل إلى هذه الدرجة كنت أظن أنه هكذا لا أعرف ماذا أقول عنه كل ما مرض به متن من أجل أن يحفظه أقول له أتحداك تحفظه يقول لا تتحدى أنا أحمسه أقول أتحداك اليوم الثاني يأتيني يسمع المتن كإسمه إذا أخطأ ثلاث أخطاء لا يعتبر أنه حافظ ثلاث أخطاء هذا من التائبين ويا ليتكم تعرفون ما ذنبه فأقول لكم ما ذنبه لقد كان إذا أيثنا من الشاب ذهبنا ندعو إنسان فأيثنا منه ما عرفنا أنا أتكلم عن نفسي الله أعلم بغيري وكان مجاب الدعوة أمام سبعطعشر نفر يشهدون بذلك في أكثر من موقف كنا إذا أيثنا من شاب نقول له اذهب وادعه والله يومين إذ بالشاب واستقيم يمشي معه يومين بس اليوم الأول اليوم الثاني إذ بالشاب هذا في الصف الأول سواء كان مدخل مخدرات يفعل كذا أو كذا على طول يستقيم بإذن الله إنها البركة البركة في يوم من الأيام كان يقتدي بشيخ لنا في المنطقة الجنوبية أنتم تعرفونه يطير الصلاة يطير فكان يطير يقتدي بالسنة فكان يصلي بالنأس كصلاته فجاء شائر فضربه بالعطى وهو راكع في ضحر أمامي ثم بعد الصلاة نظر إليه ثم قال ليش ضربتني لماذا تضربني قال له أنت موسوس أنت ضيل بنا فقال له أنت مصطح أن فيك صحة قال إيش عرفك أن فيه صحة في هذه الصفة فقال الشاء رفع يده لله أول ما رفع يده سقط قلبي قال اللهم احرمه العافية حتى يعلم قدرها فيحصن الصلاة بين يديك كانت صلاة العصر اقسموا بالله ما قل معنى هذا ذلك الرجل المغرب ما صلى معنى المغرب في بيته على الفراش ثم ذهب وبعد أسابيع رأيته قلت اتق الله فلان في بيته على الفراش قال أسألت بالله والله يا أخي ما أقصد قلت ادعو له أن يشفيه قال أسأل الله أن يشفيه والله أن الرجل صلى معنا الصلاة الثانية في الحرم في الحرم كان يلبس نظارات ثقيلة أنا أقول لكم هذا سائد من عصرنا أعرفه صديقي أكبره ويكبرني أحببه عند الله والله حسيبه ولا أذكيه على الله كانوا في الحرم وكان يلبس نظارات فأزعجته أزعجته يقول ما يطلح أن أذهب إلى فلسطين بالنظارات في يوم من العيام فذهب إلى ماء زمزم أمام الناس كانوا سبعة عشر نفر ثم خلع النظارة ثم أخذ ماء زمزم قام اللهم اجعله لي شفاء لنظاري فشرب ثم قال الله أكبر ورمى النظارة أمام أمام الكل فاختبروه في ساعة لا يراها أحد قال تعرف الساعة نقل الساعة كذا وكذا بالضبط الساعة كذا يقرأ القرآن النظر كشف عليها النظر تريم ستة على ستة إنه الدعاء وإذا سألني إيش وإذا سألني لا أعطينا ومواقف كثيرة عندي ولكن المجال لا تكفي له تعرفون في يوم من الأيام سألته عن ذنبه متى سألته قرأ في يوم من الأيام قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتتود وجوه والله أنه بكى حتى كاد أن يقطع قلبه فحضنته وقفنته على رأسه قل يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه شر الناس من سئل بالله ولم يجب أسألك بالله للذي يجعل تفك في حياتي أريد أن أبتل أريد أن أشعر بالسعادة التي يشعرها قال لي لقد أذلقت ذنبا في حياتي فقلت له وما ذلك الذنب تعرفون ما ذنبه ستضحكون على أنفسكم أضمن لكم ذلك يقول وأنا تصف الثاني الابتدائي شرعي وردني وأكلته وما من جسد يمس من فرحب الله وما من فرحب الله ما ماك رحمه الله وهو في سن العشرين لطلقة من إنسان أخطأ فيها وهو وهو يحرك سلاحه وهكذا إن في طلقة تدخل فتدخل في جسد هذا الشاب ويموت يموت الطالح أحسب وكذلك يموت وانتهى الأمر ولكن ما ماتت في رجل ووالله لو لا أنه سألني بالله ألا أخبر عنه عن السهل لكلته ولا أظن الكثير فيعلمه به فأسهر الله أن يرحق الله اللهم الحمد ومن جلال ومن جلال طبقه